تانيا قصيص تانيا فنانة جميلة منورانا وتقلقت في مهرجان محكى القلعة بالأمس في مصر تانيا قصيص حكايتها حلوة وغناها أحلى ومنورانا في التاسع عم ساء الخير يا تانيا مساء النور شكرا يعني أنا سعيدة جدا بأجودك وأهلا وسهلا ونورتي الأعلى مبارح وأنا كتير أنا كتير سعيدة يكون معكم اليوم وكنت كتير سعيدة مبارح ألتقى بجمهور المصري صراحة وليلي إحساسك وأنتي بتغني في محكى القلعة ودي تاني وشركة ليكي غنيت في 2019 صحيح الفرق بين المرتين عامل إزاي الفرق هالمرة حسيت أنه مصر بتتغير أصلها كل شوية أصلا مصر مدينة يعني رائعة والجمهور المصري رائعة وأنا كتير مبسطت أنه حس أنه الجمهور عن جد عم بيتابعني من 2019 لهلأ فالفرق كان أنه الناس صار تعرف الأغاني غنوا أغاني حتى أغاني الخاصة كانوا عم بيتفعلوا بطريقة رائعة عم بيغنوا وحسيت يعني أنه صار في صدقة بيني وبين الجمهور المصري حسيتيني خلاص المكان دي أنت تعودت تيجي تغني فيه يعني إن شاء الله هيدا شرف لإلي وأنا كنت كتير سعيدة أنه حس كلها الحب مبارح في باريس في 2012 غنيتي على مصرح باريس والمصرح ده لم تغني عليه غير فيروز مكدر رومي وصباح وصباح أحسست كان عامل إزاي؟ مصرح الأولمبيا هو مصرح يعني أسطوري بيقولوا غنى عليه أهم النجوم يعني من وقته فيه غير فنانين لبنانين يعني أبكلم على لبنان بس بوقتها بالوقت ده فكان لإلي شيء وأنا كنت بعدني يعني صغيرة نسبة لأهلا مازلت من عشر سنين فكانت يعني يعني رائع لإلي وأكيد كان نقطة مهمة بحياتي أو بمسيرة الفنية أه عدتك كده حافظ حلوة صحيح تعاونتي مع عمر مصطفى وده تعاون جديد مزبوط شفتي إزاي الغنى باللهجة المصرية هلا أنا بغنى بالمصري غنيت كثير لأسمهان لليلة مراد بس ولا مرة غنيت غنية خاصة لإلي خاصة لك أنت صح وصعبة وقتها تكون عم بيكتشف أغنية جديدة مش سامعة حدا عم بيغنية كلام جديد وبتعرفي وقتها بديك تتبني أغنية من الأول كانت شوي صعب الأول بس صراحة أول شي عمر كان شخص كثير واقف حدي بهالتحضير بدي أشكره من كل قلبي وكله طاقة بعمر مصطفى وألحانه أصلا كلها طاقة ألحانه رائع رحنا بشي رومانسي أكتر مش برأس هلا اللي جاي من بعد لأنه عم نحضر كمان أغنية تانية هتكون أكتر تيجي نسمعها تيجي نروح لحكايتك حكايتك فيها حكايتك فيها طب حكيلي مغزة الأغنية الأول قبل ما نسمعها الأغنية هي أغنية رومانسية بتحكي عن قصة حب خلصت بس معقول ما تكون خلصت يعني بتعرفي في كتير علاقات بتنتهي بس بنفس الوقت بيكونوا الشخصين بعض بيحبوا بعض لسه بيحبوا بعض فالوضع وقت بيبعادهم عن بعض بس بيحسوا أنه في شي حيرجع يرجعون ففيها كتير من النوستالجيا منى حزينة أغنية كتير حلوة ومفتوحة مفتوحة صح يعني النهاية مفتوحة بالأولية لكل الأوبشنز الله 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 حلوة الإحساس الأغنية رومانسية ما بقتش موجودة زي زمان كتير يعني أنا عجبني أن هي مفتوحة وفيها زي ما أنت قلت نوستالجيا وفيها إحساس أنه فيه أمل كده البكرة هيك لازم يكون لأنه الحب ما بنعرف يعني فيه طلعات وفيه نازلات ما بيقوله بدي أشكر الشاعر اللي كتب كلام هالأغنية مصطفى ناصر لأنه عن جد كلمات كتير حلوين وكتير بيشبهونه وبدي أشكر فادي إبراهيمي اللي وزع هالأغنية وأكيد عمر كمان لهاللحن الحلو كتير وليلي إيه أكتر الأغاني اللي بتحسي يعني هل بتحسي أنه الجمهور واحد ولا في لبنان يكونوا بيحبوا أغاني أكتر من أغاني يعني يكلميني على الاحساس ده أنا بقول الغنية هي مود يعني عندك أغاني أوقات تحب تسمعيها بتكوني بالبيت بارك عايزة ترتاح شوي أو تفكري بشي تاني أوقات تكوني بالسيارة عباليك شي حطيك بجو أوقات تكوني صهراني بديك شي رأسك يعني الموسيقى ما بحس فيه نوع موسيقى معين أكيد في الموسيقى الخفيفة اللي بتوصل للناس أسرع ويلي بتحتيها تترقص عليها بالصهرات وهيك هيدا اللي أكتر شي بتنتشر طبع طبع بس بعدين عندك أنواع موسيقى كتير مختلفين وكل واحدة عندها ميزتة وعندها وقتها وشخص نفسه بيسمع كتير أنواع موسيقى طبعا كل واحد يسمعك تبع المود اللي هو فيه عايزة أكلمك على لما جيتي مصر وتم اختيارك أنك حتكوني موجودة في كنيسة الميلاد في الافتتاح في العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وغنيتي الترميمة الحلوة بسمعنا صوتك فيها وفي حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا لما قلولك ودعوكي للمشاركة في الافتتاح دا يعني كان شعورك إيه وفكرتي بقى أول شي شرف كبير كان لقالي كان أول مرة حتيجي تشوفي العاصمة الإدارية أصلا والكنيسة أول مرة كنت أصلا بغني بمصر كمان كانت دي أول مرة هاي أول مرة أنا كنت جيت كذا مرة عمصر سياحة يعني وجيت أحضر أوبرا عيدة أدام الزائرة سائحة أه سائحة بس كان أول مرة جاي عن جد يعني وكانت أحلى أحلى دخول على الجمهور المصري لأنه كانت على التلفزيون والناس حضروني ملايين الناس وأكيد كان إلي الشرف كون عم بقدم هالترنيمة بوجود الرئيس السيسي وكل المدعوين وكنت كثير سعيدة من ردة الفعل الجمهور والصحافة والميديا وأنتوا أصلا كنتوا أول تلفزيون استضافتني بعد الحفل ما بيخفى عليك أنه كنت شوي متوترة وكنت خايفة شوي ما كنت عارفة كيف الناس حتتتقبل هيدا الشي بالعكس يعني اكتشفت أنه مصر والمصريين عندهم هالانفتاح مثلنا مثل اللبنية وصرت أفهم ليش نحنا هالقد منحب بعض يعني نحنا ناس منحب الحياة مثلنا مثلكون ناس منفتحين وبيحبوا عن جد يتطلعوا والجمهور المصري لا ينظر للجنسية القادمة صحيح هي العلاقة ما بينه وبينه هو الفن صحيح فن حلوة ستلاقيه واقف وسامع وزويء كتير كمان طبعا شفت الكنيسة ازاي يوميها كنيسة الميلاد جميلة 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 جدا والمسجد كمان يعني عملنا البرمة وزرنا كل شيء وكانت بعد المدينة عم تتعمر يعني هلأ عرفت أنه صارت خلصت يعني قداس دايما والعيد الميلاد بيبقى موجود في الكنيسة وطبعا بيحصل نفس الشيء في المسجد فالدنيا بقت حاجة حلوة تحبي نروح لأغنية جايين على مصر يعني جينا على مصر جينا على مصر جينا على مصر جينا على مصر هاي دي أغنية كتبت ولوحين كتبها ولحانة جوني فنيينوس لها المناسبة يعني صراحة فحضرناها للحفل مبارح وافتتحت الحفلة فيها هي باللبنانية بس تحكي عن مصر عن مصر سمعت قبلها لأنه صباح قدمت فكرة يعني سلمولي على مصر سلمولي صح يعني ده قديما في الستينات وهيبة توجي غنت برضو المصر ونسلم على مصر ونس كتير الحياة غنوا المصر حبيتي تاخدي اتجاه تاني انت مش اتجاه عملت شي بيشبهني وبيشبه اللي حابي قوله وجوني لأنه كان معي بالافتتاح بالمدينة الجديدة فشيف شوي الاستقبال الرائع اللي استقبلونا فيه وتابع كل شي أنا بشتغل معه كتير فشيف قديش المصريين قدروا قدروني وعن جد حسينا حالنا من أهل البيت مثل ما بيقولو لما غنيتيها مبارح استقبالك جمهور كان عامل ازاي كان رائع نسمع أنه ما بتعرف الأغنية لأول مرة عم بقدمها بس لأ تعاطفوا كتير يعني تجاوبوا كتير مع الأغنية وكان كان كتير حالو طب يلا نسمع هذي كانت أول أغنية مبارح في الحفظ كانت أول أغنية ومننا مسجل بعد يعني بعدها جديدة لسه كدير هنغنيلي كيها بدون بدون مسيئة احنا حنسجلها بتساعد الوقت يجينا على مصر صح يجينا على مصر حييكن بالدبك والمرحبة بأحلى كلمة وأهضم دحكة لقيتونا بالهلا استقبلتونا بالمحبة بالمود والهنى شرفناكن شرفتونا حسستونا أنه نحن أهل البلد جينا على مصر حييكن بالدبك والمرحبة بأحلى كلمة وأهضم دحكة لقيتونا بالهنى جينا على مصر حييكن بالدبك والمرحبة بأحلى كلمة وأهضم دحكة لقيتونا بالهنى استقبلتونا بالمحبة بالمود والهنى شرفناكن شرفتونا حسستونا أنه نحن أهل البلد أنتوا أهل البلد طبعا أكيد طيب تانيا أقوليلي أنت كمان كان عندك فرصة أنك تغني قدام رؤساية وقدام زعماء غنيتي أمام رئيس الوزراء رفيق الحريري صح فكلمينا برضو عن المناسبة دي كان بالألفان وعشرة كانت قبل بسنة غنيت لأفتتاح ألعاب الفرانكفونية ببيروت وقدمت الأفيماريا الإسلامي مسيحي كنت عمثل مدينة بيروت بهالترنيمة وكان هو حاضر وحب كتير فبشباط ألفان وعشرة كان عم بيعمل ذكرى استشهاد فبراير أكيد رفيق الحريري 14 فبراير صحيح وحب أنه أقدم هالترنيمة وتأثرت كتير وقتا لأنه أنا عم بغنى شفت دموع عم بكره وكنت أعرف يعني منعرف كلنا قداش رفيق الحريري كان يحب لبنان وقد كان يأمن برسالة العيش المشترك وصاعد كان كتير يعني شخصاعد كتير كان يعني يهموا هيدا الموضوع فقدمتها بالألفين وعشرة وقدمتها بالألفين وعشرة وكمان بالألفين وخمسة عشرة يعني بكذا سنة للذكرى فهيدا كان يعني ارتبط اسمك بيها أكتر الذكرى أنك تبقي موجودة مظبوط صح صح وناس شوي ربطوني بالسياسة بفترة معينة أنا شخص أبدا ما بفوت بالسياسة لأنه بحس نحنا كفنانين على كالحال أنا يعني أكيد كل فنان عنده عنده وجهة نظر وأنا كفنان بحب ظلني بال بالقضايا الاجتماعية وبالفن كفن بس فيه أشياء مثل اختيال رفيق الحريري كان أكيد كان يعني شي بيخص البلد كله ككل وكان الاشرف أنه كن موجودة بهذا أكيد هنتمل كلامنا معاكي وحنفاصل قصير وبعدها كمان هاخدها لأنه تانيا مش بس بتقدم بالصوت الجميل والترنيمات الحلوة اللي بتقدمها لكن كمان هي بتدندن كتير ليه أغاني كتير ونستلجيا كتير إيه حكايتها مع عبد الحليم وأهواك ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير تانيا قصيس الصوت الحالم يعني كتير بيلقبوك بالصوت الناعم الحالم المسالم إلى القلوب يعني قالوا لك الحكاية دي كتير كتير بيقولوها صح وهذا شي يعني بيبسطني لأنه الموسيقى لازم تكون لازم تحملك بقول لازم تسفرك صح فإذا بيقولوا هيدا الشي لألي بكون أنا وصلت على البدية يعني إمت بدأت الغنى يعني إمت قررتي أو في البيت قالوا لك أيها صوتك حلو ممكن لا هي الخبرية مهضومة شوي وغريبة بس بلشت عن جد بالغلط لأنه كان عمري 14 سنة كنت مغرومة بشاب المدرسة وهو ما كان مغروم فيه أو ما كان يعرف أني بحبه وما بعرف كان كنا صغار من طرف واحد يعني من طرف واحد وأنا كنت كتير بسطح كتير خجولة وهيكي فكنت بالبيت سكر باب القوضة وحط أغاني واتخيل حالي أنا على مسرح وعم غني وهو عم ينغرم فيه دا أنت كنت عايش فيلم يعني كنت عايش فيلم صح فهيدا الشي بلش هيك يعني حلم وبعدنا كنت أخد دروس بيانو لأن أمي كنت تشجعنا نعمل بيانو وأنا ما كنت شاطرة ببيانو كان عندي مشكلة بالتنسيق بين اليمين وشميل بس معلمة البيانو كانت معلمة مغنى كمان فكنت فوت أوقات على الصف يكون فيه تلميذة عم تتمرن فوكاليز قبل أنا اسمها هيك قولي بركيشي نهار بقدر أنا غني هيك فطلبت من المعلمة إنو إذا بقدر حصة الموسيقى قصة نص نص يعني فبلشت هيك بالغلط يعني وأنا ما كان هدف أعمل أوبرا طب دا السابي دا لازم تشكري يعني هو كان الحاكم أنا بشكره كل يوم هلأ هو جاوز صار عنده أولاد وبتغدى سوا من وقته هو يعيش بدوباي هلأ أتشوفه وعارف وتلاقي ندم قوي عارف وقاله هو ما كان عارف فلا بس أكيد بشكره يعني أكيد يعني هيدا شغلي غيرت حياتي أكيد دايما دايما يبقى في حدثة تعمل شغلك ودايما حدثة منفكرة قليمة بس بيكون لأنا عم بتمهد لشي حلو بالزبط يعني طب قولي لي بتغني كمان مبارح غنيتي الليلة مراد صح وغنيتي العبد الحليم يعني أنت بتحبي إيه الليلة مراد وبتحبي إيه الحليم أنا بحب لأنه بحب الموسيقى المصري يعني الزمن الجميل بحب أسمهان بحب هيدا نوع الموسيقى بحبه كتير فبحسه كلاسيكي بس بحسه بيضل يعني مش هقول بيشبهنا لأنه أكيد غير غير زمن بس بحب ستايله بحب بحب هالموسيقى نغني حاجة سوا أنا من وقت ما وصلت أنت بديك أهواك أنا بدي أهواك فهغني لك أهواك يلا يلا أنا ساعدك أهواك واتمنى لو أنساك وانسار وحي وياك وانضعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتق لي عذابي معاك والأدموعي فكراك أرجع تاني في لؤاك الدنيا تكيني معاك اعطيناها يبقى رضيناك اعطيناها يحوك في لؤاك في لؤاك للحرماني الله الله موسيقى موسيقى وليلي لو احنا حطينا تانية قسيس لو تحطيتي وسط المطربين اللبنانيين تحس ان انت تبع اني مجموعة في مجموعة فيروز مجد الرومي الصباح يارا تتحطي في اني مع اني مجموعة انا كتير تأثرت بمجد الرومي يعني من انه بلشت بصغرة كنت اسمع مجدة كتير واهوات بيقولوا انه طريقة مغنى تبعي بيشبه شوي يعني اكيد انا كتير اخذ منها لانه كنت اسمعها كتير وبحب كتير اغانيا وبحب كتير كيف بتنقل اغاني والنصوص تبعولها وانا بيشرفني يقولوا انه صوتي بيشبه صوتها لانه كتير بحبها عرفها حسيت ايه في الاغنية القصيدة اللي اسمعناها في كتير شبه قصائد اللي كتبتغنيها صحيح صحيح ست مجدة وبحب كتير جوليا بوتروس وفيك كتير من جوليا بوتروس كمان حب كتير جوليا فهول الاثنين اللي اكتر شي بحس حالي يعني في المجموعة دي بحب جووني طب من نسمع مقطع لمكدر رومي من اي حاجة اف المكدر رومي لها كتير ايه هلأك تعمول انا اللي بحب اكتر شي هي كلمات طبعا ما يقلسها وانتي بتغني ونيتك انا جات في بيليه كلمات يسمعني حين يراقصني يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحتي زراعي يزرعني في أحد الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني في عيني يتساقط زخات يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات والمطر الأسود في عيني والمطر الأسود في عيني والمطر الأسود في عيني مدى الزمن ما عندهم زمن معين يعني هولي أغاني فيك تسمعيهم بأي زمن وبتحس إنه بيحكوا الواقع أو اللي عم تعيشيه هلأ أنا ما عندي قصائد كتير بأغانية زمن بلك هي القصيدة الوحيدة وليك ما أنه قصائد بس كتير حبيت هيدا ستايل وبحس إنه هارجع أعمل قصائد أنت دخلتي بدأت تعملي أغاني مصرية فلما حتيجي بقى للأغاني المصرية خليني أسألك عن المطربات المصريات بتشوفي مين بتسمعي المين منهم أنا مش هأخفي عليك ما بسمع كتير لأنه أنا أصلا جوي أكتر أجنبي يعني حتى باللبناني ما بسمع كتير بس من اللي بحبهم كتير هي شيرين أكيد لأنه بحب أحساسها بحب يعني بتعرفي في أصوات بيلمسوك كتير طبعا فأكتر شي يعني شيرين بس مثل ما قلت لي معلق كتير بالزمن الجميل فإذا بتقلي لي شو بحب غنية أكيد الزمن جميل يعني الأغاني أكتر بحب بتغني من وانتي صغيرة زي ما قلت تقليم إيه الأغنية المصرية اللي انتي بتحضريها جديدة فيه أغنية صحية تري فيه أغنية عايزة تقولي لي عليها فيه أغنية جديدة كمان غنيتها مبارح بالمهرجين بس بعد ما سجلنيها فغنيتها كمان كأول مرة هي من كلماته ألحان توني كرم هو لبناني بس كتب نص بالمصري وموضوع العزيز لأنه بتحكي عن بنت مغرومة بشب وجاي عيد ميلاده مش عارفة شو بدأت عمل لعيده فحعمل إيه؟ هعمل إيه؟ بس عارفة أن أنا مبسوطة أن يكون شهر لبناني بيكتب باللحجة المصرية ودي حاجة لطيفة جدا شفت قدم أسري أننا بلاد فقف المصرية طب نسمع كده ونشوف برضه ونحل مشاكل عياد الميلاد كده شفت قدم أسري حتروح ومش حترجع تاني وطول العمر يبقى لي ومش لي حتي تاني وسني للزهر وسني للزهر حتروح ومش حترجع تاني الله الله لو حد طرح فكرة دي ومصري تحب يكون مع مين؟ مطربة ولا مطربة؟ ما أفلي دايما عادة هم نقول مطرب بس أنا هقول مطربة تحبي يكون مع مطربة مع مين مثلا؟ مع شرين مع شرين؟ حافظة طيب حاجة لشرين؟ صراحة لا مش هاخفي عليك طب ولو راجل ممكن يبقى مين لو مطرب؟ حسي صوته مصري؟ ليك في كتير مثلا حمائي مثلا؟ حمائي أو شرنوبي كمان شرنوبي كمان ممكن شرنوبي ممكن جدا لأنه شرنوبي برضو عنده حيات يمسعه ممكن أوي التمثيل أنا دايما بشوف أنه فيه في لبنان فرصة للمسرحيات الغنائية كتير فرصة كبيرة صرنا فترة ما شفنا مسرحيات غنائية بس دا مفكريش فيه أبدا؟ بلا مفكرة فيه صراحة بس بعد ما اجهى الوقت المناسب بس هذا الشيء أنا غنيت كتير مسرحيات غنائية أمريكانية فقدت دور فانتوم أوف دي أوبرا فانتوم أوبرا من أهم المسرحيات في برودوي وفي بريطانيا وأنا لعبت دور ببريطانيا عملت دور البنت عملت دور البنت دا بس أغني صعبة صعبة كتير صعبة بس رومانسية جدا وحلوة بس أنا عملي أوبرا فبيساعد كتير بحفلتي أنا عملي حفلت شوي الثيم طبعا كانوا مغنية لمايفيرليدي مغنية لألعب دور كوزات بلا ميزيرابل كمان طبعا بالنسخة الفرنسية ما فيش بقى ميسسايجون كمان بالمرة؟ ميسسايجون مغني طبعا مغنيت صعبة بس الميزيرابل وفانتوم أوبرا ميسسايجون من أكثر الحاجات العالمية المشهورة وصعبة لأنهما بيغنوها لايف كل يوم كله صعب بس حلو أنا بحب لأنه فيه نجو التمثيل وجو الغنى والكاسيوم أنا بلشت كنت أحلى مكون بيبي هيدا جو أنا بتصور إنه ممكن يبقى فيه لقاء بينك وبين المايسترو مثلا أو الموسيقار العظيم عمر خايرت آه ياريت إنه تعملي حاجة في وجود عمر خايرت طيب لو إحنا هنختم تحب نغني إيه يعني حاجة هغني لك شي كتير مبسطه فيه مبارا هالجمهور صهر الليالي طبعا ما تخيالت صهر الناس عم بيرقصوا عم بيعاي الصفة صهر الليالي يعني يا صهر الليالي هقولك لي لأنه تعملت فيلم والأغنية كانت موجودة فيلم ده غير إن إحنا طبعا بنغنيها لفيروس طول الوقت فالناس طبعا بتبقى سعيدة بيها جدا طول الوقت أنا يعني هسيبك تختمي العنية بس خليني أشكرك الأولية تانية أنا أشكرك شكرا وأقولك إنك نورتينا نورتينا في المهرجان نورتينا في التلفزيون المصري ودايما من ورانا وحنفضل نتابع كل نشاطاتك بإذن الله شكرا مرسي إليك ولو حاجة من اللي تكلمنا فيها تحققات أرجوكي بلغين خلس أكيد هنخطب معاكي بصهر الليالي ده كان لقاءنا مع الجميلة والصوت الجميل تانية قسيس اللي كانت الحقيقة من ورانا في مصر ودايما أهلا بكل صوت عربي بنعتبره مصري أول ما يدخل مصري يبقى مصري على طول شكرا شكرا كان عنا طحون عنا بع المي قدموا ساحات مزروعة عافي وجدي كان يطحن الحي أمحوا سهريات ويبقوا الناس بها الساحات شي معون كياس شي عربيات رايحين جايين ع طول الطريق تهدر غنيات آه يا سهر الليالي آه يا حلو على بالي غني آه غني آه غني على الطرقات يا 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 زهر الليالي يا 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 حلو على بالي غني آه غني آه غني على الطرقات